الكلام اللي الكريمنا عليه صوفار احنا اختارنا سلايس. عايزين بقى وذين السلايس دي عايزين بتالين انكود في two dimensions كمان عشان اقدر اشوف بيكسل بقى. عشان بدل ما انا اكون عارف ان السيجنال دي جايالي من section cross section في الجسم تخين كده خالص عبارة عن حاجة لها thickness معين بس ايه عبارة عن cross section كامل لجسم الانسان. انا عايز بقى within cross section ده اشوف كل مكان يبقى له تمييز للسيجنال بتاعته بشكل ما او له encoding بشكل ما. الكلام ده بسميه special encoding. special encoding عشان انا بخلي كود مختلف لكل نقطة موجودة عندي جوه الايه? جوه two dimensional plane بتاع السلايس اللي انا عملت لها selection. اوكي? فالكلام ده بتعمل بطريقة بسيطة جدا. بتعمل بتعمل بطريقتين. يعني او الفكرة الاساسية مبنية على ان انا encoding location by ان انا غير الفريكونسي بتاعها. اوكي? دي بتبقى applied عن طريقة حاجة اسمها Fourier imaging. اوكي? ولها طريقتين عشان انا نطبقها. ان احنا نخلي في حاجة اسمها frequency encoding. يعني غير الفريكونسي مع المكان. وغير الفريز مع المكان. لان انا كده كده انا عارف ان عندي السيجنال الجاية اللي دي سيجنال لها فريكونسي محددة. لو غيرت فريكونسي دي فرينج صغير. بقى عارف ان كل واحدة من الفريكونسي المختلفة جاية من مكان معين انا عارفه. ولو غيرت كمان الفيز يبقى معنى كده عارفت ممكن اينكودي ديمينشن التاني بالشكل ده. اوكي? فدي بيتعامل بفكرة بسيطة جدا. ان انا بحط gradient في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي. وابقى عارف ان normal frequency كمان هيتغير لي في الحالة دي في الايه? في الاتجاه دوت. وبالتالي لو انا كنت حاطت الفريكونسي او الgradient دوت. فاثناء الاكوزيشن يبقى return frequency هيحصل ان هي هتتغير برضو مع الايه? مع location. فدي الحقيقة بتبقى من المزاياه الكبيرة قوي انها بتبقى easily decoded بفوري ترانسورميش. يعني بمعنى صح. الريكونسراكشن ميثود اللي مستعملها في الMRI اللي اكويرد بالفوري ايمجينج هو عبارة عن انفرس فوري ترانسورميشن.